موسيقى موسيقى اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تيست ايجوب في نهاية كل سنة بتبدأ الشوارع تتزين بزينة الكريسمس وبننام في اخر يوم في السنة واحنا على اما النصحة تاني يوم نلاقي سانتا كلوز حطت لنا هدية تحت الشجر طب امتى بدأ سانتا كلوز يوزع الهدية دي؟ بترجع قصتنا للقارن الثالث الميلادي في بلدة صغيرة اسمها بلدة ميرا الرومانية كان فيه اسقف هناك اسمه القديس نيكوليس او سانت نيكوليس القديس نيكوليس كان رجل طيب جدا وكل الناس بتحبوه اتوفى بابا وصاب له فلوس كتير جدا ما كانش عارف هيعمل بيها ايه فقرر انه بالليل هيوزع جزء من الفلوس دي على البيوت ومعاها لعبة صغيرة للاطفال اللي موجودين في البيت وفعلا استمر يعمل كده والناس ما كانش عارفة مين اللي بيبعت الهدية دي لحد ما مات القديس نيكوليس في القارن الرابع تحديدا في 6 ديسمبر وبدأ الناس يقلفوا قصص واساطير حوالين حقيقة القديس نيكوليس وبدأوا يقولوا للاطفال لو عملت الحاجات الحلوة وسمعت الكلام هيجيلك بالليل القديس نيكوليس ويسيب لك هدية لكن لو ما سمعتش الكلام يبقى ان سانت نيكوليس مش هيجيب لك اي هدايا وبدأت القصة تتنقل من بلدة ميرا لهولندا لاوروبا كلها وبدأوا يغيروا في القصة شوية بشوية لحد ما وصلت امريكا وقرروا انهم يغيروا تاريخ قصة الاحتفال من 6 ديسمبر ل24 ديسمبر وده تاريخ عيد ميلاد السيد المسيح وفي رحلة قصة سانتا بن دول العالم اتغير اسمه من سانت نيكوليس لسانتا كلوز لحد عام 1823 كلارك مول قصيدة بعنوان زيارة من القديس سانتا وقالت فيها ان في راجل جاي لابس ترطور احمر وبضلة حمر وسائق عربية بيسقها 8 من حيوانات الرن وبتطير فوق البيوت ويركن على السقف وينزل من الدفاية يحط الهدية تحت الشجرة ويسيبها ويمشي والقصة عجبت الناس جدا وسمعت في العالم كله وبقت دي قصة سانتا المتدولة في كل انحاء العالم في القرن العشرين حبة كوكاكولا تعمل حملة اعلانية تزاود بيها نسبة المبيعات كوكاكولا في الشجرة فدوروا على حد محبوب ومشهور يعمل الدور فجابوا سانتا كلوز يعمل الدور وبدأوا يصوروا شخصية بابا نويل بالدقن البيضة والترطور الاحمر والبدلة الحمر وهو واقف وسط مجموعة من الناس وماسك كوباية كوكاكولا في اديل ونجحت شخصية سانتا كلوز نجاح كبير جدا وبقى الشكل سانتا كلوز في الحملة العاملية بتاع كوكاكولا هو الشكل اللي مكمل معانا لحد دلوقتي قولينا في الكومنتات ايه القصة اللي اسمعتها عن سانتا كلوز وامنيتك للسنة الجديدة وما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وكل سنة وانتوا طيبين من تيست ايجبت ويا رب السنة الجاية تبقى احلى كتير عليكم حبيني يير وماري كريسمس فرحني الزنجة باندول العالم قبل اجيب اطارك لطيب قبل احنا احنا احبيني يير خليها في الاخر ما اقول في الاول احنا وبعد ما نفلقناه بالترباط ما نعلم في الاخر ماشي موسيقى